السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتكلم عن موضوع لا أدري إذا كان ممكن أن نسميه شبهة لكن وجب علينا التبيين بداية لنثبت لكم أن الذين يتهجمون على الإسلام يناقضون أنفسهم ولا يحتاج الموضوع مننا إلا التركيز لفتحهم يخرج أحدهم ويقول لك يريد دليل علمي على معجزة انشقاق القمر طبعا أي شخص يقول لك هذا الكلام عرفه شخص لا يعرف الفرق بين المعجزة وبين الدليل العلمي فأي معجزة ليس بالضروري أن تترك أثر يعني محاولتك تصوير أن انشقاق القمر سيترتب عليه كوارث بي إيه هو أكبر دليل على أنك شخص لا تعرف معنى المعجزة لا بل لا تعرف بماذا يؤمن المسلمون فالذي شق القمر يستطيع أن يمنع أي كارثة بي إيه قد تترتب على الانشقاق فهم يفترضون أفتراض أن الله إذا شق القمر لن يستطيع تدبر أمر الأرض وحاش لله وما قدر الله حق قدره فهم دائما يفترضون افتراضات مقلوطة ويبنون عليها حججهم طبعا هذا الشخص بهذه الحالة سيحاول الهجوم لأن أفضل وصيلة للدفاع هي الهجوم وسيقول لك مستشهدا بصفحة أن أدلس العلم التي تدعي العلم طبعا هذه ليست المرة الأولى التي نثبت كذبهم ولعبهم مترجمة يمكنكم الاطلاع على الوصف لتروا منشور حديث دلسوا فيه لكن هذا ليس موضوعنا المهم سيستشهد بقول هيم الذي أتوا به بصورة من وكالة الفضاء الأمريكية يقول عن انشقاق القمر لا تصدقوا كل ما تقرؤوها على الانترنت الأوراق العلمية الخاضعة لمراجعة الأقران هي المصدر الوحيد للمعلومات العلمية لا يوجد أي دليل أن القمر انشق إلى قسمين ثم جرت إعادة جماهو في أي مرحلة من الماضي انتهى كلام هذه الصفحة والنص من وكالة ناسا يقول أنه لا يوجد أدلة علمية حالية تشير أن القمر انفصل قسمين ستقول لي ما الفرق بين الترجمتين سأقول لك هناك فرق بين النفي القطعي والنفي المؤقت أما النفي القطعي أي أن الموضوع محسوم ومنتهي أما النفي المؤقت فيتغير في المستقبل بحسب الظروف والأدلة ولم ينفو وجود أي أدلة على ذلك وبذلك يختلف المعنى كليا هذا أولا ثانيا ليس بالضرورة أن تترك المعجزة أثر إذا سلمنا أنهم يبحثون عن أثر مثلا انشقاق البحر لسيدنا موسى إلى قسمين هل عدم وجود دليل يثبت أنه انشق يعني أنه لم ينشق ثالثا الآن سنرد على كلام أبراد الذي يقول مراجعة الأقران هي المصدر الوحيد نقول كلا ليس كل الأوراق الخادعة على مراجعة الأقران يمكن الاعتماد عليها كمرجع ولا يمكن الاعتماد عليها كمرجع وهي الوحيدة الصحيحة وهذا مصدر يثبت كلامنا وهذا مصدر ثاني للدراسة توضح العبء العالمي في مراجعة الأقران والذي لا يكفي المراجعة لاستيعاب كل الأبحاث المنشورة مما يفسر الأخطاء والقصور الكبيرين في هذا المجال وبذلك نكون أسقطنا أول اعتراض للمفترين طبعا بعد هذه الفضيحة سيتقدم المعترض خطوة ليقول لك لا لم أقصد دليل علمي وإنما دليل أركيولوجي من أي حضارة تثبت حلوث الانشقاغ أكيد هكذا حداث عظيم يجب أن يكون تم تدوينه وعليه لا يقل لم يسجله أحد ويعتقد المعترض أنه أغلق الطريق علينا وردنا كالتالي نحن فصلنا في موضوع الأدلة الأركيولوجية في مقطع سابع تجدون الرابط الخاص به بالوصف لكن سنعيد باختصار الأدلة الأركيولوجية أدلة من مساوئها أنه يمكن تدميرها إما بعوامل بشرية أو طبيعية من خلال عوامل تجوية وغيرها فعدم وجود دليل أركيولوجي لا يعني أنه لم يقع الحدث وخصوصي إذا كان لدينا نقل شفوفي لهذا الحدث يسبب توقعه ونعيد نفس المثال الذي استخدمناه كلنا نعلم أنه عندما غزأ الإسكندر بلاد الفارس دمر جميع المخطوطات الزراجتية وكل ما دونوه تقريبا فهل عدم وجود هذه التدوينات واندثارها بسبب هذه العوامل البشرية يعني لا وجود الازراجتية كلنا نعلم أن بلاد المسلمين ومكاتبهم التي جمعوا فيها كتب أمم كثيرة من السند والهند والشرق والغرب تم تدميرها في الغزو المغولي لبلاد المسلمين وما فعله أن صار بالمسلمين في الأندلوس فهل يمكنكم نفي أنه لم يكن موجود في هذه المخطوطات التي دمرت أي مخطوطة تكلمت عن هذه الحادثة الجواب المنطقي لا فقد قامت حروب كثيرة ولا يوجد ضمانة لحفظ كل شيء أو لا ضمانة أنه وصلنا كل شيء دونته الحضارات ولحد الآن نكتشف آثار جديدة ويصبح لدينا معلومات فنحن نتحدث وفق ما أتانا من المعلومات وبناء على ما سبق ننتقل للنقطة الأخيرة في حلقتنا وهي الأدلة التاريخية التي لدينا التي تثبت إنشفق القمر ومن خلال تتبع الأخبار التاريخية ومن خلال قراءتنا للتاريخ نعرف أن الأمم عندما تعيد ضبط تاريخها فهي تعيده بسبب حدث عظيم ولنضرب مثال يثبت هذا مثلا عندما أعادت الأمم ضبط تاريخها بولادة المسيح إذ كانت تسير وفق تاريخ معين ومن ثم أعادت ضبطه وجعلت ميلاد المسيح المرجعية لهذا التاريخ وكذلك العرب تخلت عن الضبط بعام الفيل وجعلته بالهجرة وصارت الهجرة هي المرجع لهذا التاريخ وعليه صار عندنا معلومة مهمة أن الأمم تعيد ضبط تاريخها لحدث عظيم علمت به الناس لو فتحنا كتب التاريخ لنرى من الأمم التي أعادت ضبط تاريخها سنرى أن بابل والصين والمايا أعادت ضبط تاريخها بنفس الوقت وهذا ما ذكره في كتاب مايا هيوغلافيك رايتينغ صفحة 231 وقالوا بما معنى أن اليوم الذي يعيد ضبط فيه السنة حدث فعل سيء أو أمر شرير واستطاع الإنسان أن يسجل في القرن السابع الميلادي تغييرا كبيرا في التقويم في كوبام والصين وبابل فلماذا حصل هذا؟ طبعا وجدنا موقع مختص بحضارة المايا كتب مقال القمر المشق في وثاقيات مدريد والمخطوطات الفارسية وبالطبع عندما كتبوا هذا المقال لم يكن يدور في بالهم أنهم يثبتون بذلك أشهر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تم حسف الرابط بعدها وتم التغيير عنوانه على الموقع 54 مرة لكن وجدنا نسخة مؤرشفة وقرأنا المقال وتتبعنا مصداقية الكلام الموجود فيه وصحة الأرقام التي وضعها وصحة الأخبار التي نقلها وهل الأسماء الكتب التي ذكرها صحيحة أم لا لأن بعض الناس أعترضوا عليه فقط لأنه حذف ولا أدري من قال أن المقال يحذف فقط لأنه غير موثوق قد يحذف تدليسا وإخفاءا للحقائق لكن مع ذلك نحن تتبعنا المراجع التي اعتمدها هذا المقال في شرحه فإذا صدقت فهذا يعني أن المقال صادق بداية أثبتنا وقوع إعادة تعيين للتاريخ بما يوافق إعادة تعيين للتاريخ عند المايا لكن قبل الدخول في المقال يجب تعريف المشاهد أو القارئ أن المايا كان عندها آلهة للقمر وكانت تمثل بامرأة كبيرة في السن كما نوضح بالصورة والقمر كان يمثل على شكل أرنب وسنثبت هذا تباعا لكن أحفظوا هذه صورة المرأة الآن سنقرأ المقال ونتأكد من صحة الصور التي استخدمها المقال سنستخدم موقع مختص للبحث في المخطوطات ونتأكد من الأرقام هل هي صحيحة أم لا بمجرد وضعك للرقم المخطوطة ستظهر لك في هذا الموقع يمكن لأي شخص تأكد منه يقول في الصورة التي تحمل الرقم K 2772 يقول أنه يظهر في الصورة ثلاث نساء وكأنهن يجلس بمكان للولادة لكن بدلا من أمرأة حامل مع ستين من قابلات فإنه يدل على أنه قصر القمر يهتز بسبب زلازل ويشير الموقع إلى وجود تجاعدات مثل علامات الاستفهام يعني هذه التجاعدات التي تشبه علامة الاستفهام تدل على زلزال قسم قصر القمر أو القصر التي فيه آلهة القمر ونجد بسهولة أن قصر القمر متشقق ونجد آلهة القمر جالسة فيه وكأنها تنتظر ولادة قمر جديد وهذا واضح بالصورة ويشرحون بالمقال كيف أنه بعد رصدهم لهذا الانشقاق في القمر قاموا باستبدال القرض الفلكي بأرنب مشقوق الوجه وعلاماتي استفهام متجاعدة في أذنيه لانتظاره القرض إنهاء عمله النهائي طبعا أثبتنا أن علامات الاستفهام أو التعرجات هذه تشير للتشققات وزلازل ونرى بوضوح في هذه الصورة أن آلهة القمر تعيد الأرنب إلى وضهه وتحمله كما كان من قبل في مراسم أصبح لدينا عدة معلومات مهمة تم إعادة ضبط التاريخ ورسوم تتحدث عن انشقاق قمر الذي يرمز له بأرنب وكيف آلهة القمر ضرب قصرها تشققات وأن الأرنب الذي هو القمر ضربه تشققات وبعدها آلهة القمر تحمل القمر معنية عودته كما كان ولنزيد بالتدقيق والتمحيص في صحة نقل الموقع تابعنا القراءة فيه فوجدناه يتحدث عن مخطوطات مدريد ويقول أن القصة أوردت في مخطوطات مدريد وهي مخطوطات تابعة لحضارة الماياف وجدت في مدريد أو نقلت إلى مدريد أي أن يكون اسمها مخطوطات مدريد فعلا ذكرت مخطوطات مدريد هذا طبعا موقع المقال يعطينا صورة تقريبية للرمز في المخطوطات ويعطينا رقم الصفحات التي ورد هذا الرمز فيها وهي بين الـ 91 و 93 في المخطوطة فذهبنا إلى مخطوطات مدريد فوجدنا نفس الرمز في المخطوطة وبنفس الشرح مخلوق غريب ينظر بعينه إلى القمر المشقوق الذي هو يرمز له بأرنب وبعدها نرى آلهة القمر تعيد الأرنب كما كان ويصبح كلام الموقع صحيح يوثق به فهو لم يخالف أي مخطوطة ولم يخترع الصور ولم تكن معمولة على الفوتوشوب وإنما صور عالمية مرقمة ومعروفة ويمكن لأي شخص البحث عنها فهذا يزيد من صدق المقال المحذوف طبعا ولزيادة التدقيق نحن بحثنا في الرموز المخطوطة مدريد رمز رمز لنتأكد عدم تكرار هذا الرمز في الصور السابقة أو اللاحقة نتأكد فلم نجد الرمز تكرر إلا بأحداث هذه القصة بمخطوطة معينة وتخلو المخطوطات السابقة من هذا الرمز تماما طبعا رح يطلع لك شخص مرترس يقول لك أنت تقول القمر يرمز له برمز الأرنب وما دليلك على هذا أعطني الدليل حتى أصدقك سأقول لك الموضوع بسيط جدا أولا يجب أن نعرف تاريخ المايا عندما قسموه قالوا عنه مرحلة كلاسيكية ومرحلة ما بعد الكلاسيكية أو مرحلة قبل الكلاسيكية أو من بعدها وهذا ما ذكره كتاب المايا الكتاب الهيلوغرافية في الصفحات الأولى منه إذ أن الكتاب يتحدث عن الفترة هذه واسمها الفترة الكلاسيكية طيب ماذا يفيدنا هذا الكلام هذا الكلام يفيدنا عندما ننظر لهذا المقال الذي يتحدث عن الأرنب والدلالات التي يرمز لها الأرنب يقول بالحرب كان الأرنب أيضا رمز أمريكا الوسطى القديم للقمر والمايا في أمريكا الوسطى ويقول أنه في الفترة ما بعد كلاسيكية أو ما قبلها كان معروف أنه رمز للقمر يعني الموقع كلامه سليم وموثق ولا مجال للطعم فيه وعليه نحن أمام حقيقة حصلت ننتقل إلى قصة أخرى والآن من الهند نثبت وقوع هذه الحادثة وهذه القصة ذكرت في كتب كثيرة حتى هناك كتاب يحاول تشوي صورة المسلمين لم يستطيع إخفائه تخيل حتى الأعداء لم يستطيعوا إخفاء هذه القصة كليا لكن اقتطعوا منها وعدلوها وعليه سنفصل بالموضوع اتباعا وسبب كثرة الروايات حول هذه الحادثة قام دكتور بعامل ورقة بحثية والورقة موثقة بمراجل بداية هذه الورقة تتكلم عن طبيعة منطقة اسمها كرالة التي سيتحدث عنها الباحث ويتحدث بالضبط عن قصة بناء مسجد فيها وأن هناك تقاليد شفوية متكررة على الإلسون معلومة على الهامش التقاليد الشفوي أمر معروف في النقول التاريخية مثل التلمود يعتبر من التقاليد الشفوية والأشعار الجاهلية كانت من التقاليد الشفوية المهم لنرى ماذا تقول هذه التقاليد الشفوية تقول أن اسم هذا المسجد الذي تتكلم عنه الورقة البحثية عائد لملك وقصة هذا الملك باختصار كان يسير مع زوجته في قصر رأى انشقاق القمر واسمه شيرمان بيرومال عندما كان يشهد انشقاق القمر صدمهم هذا وجمع الفلكيين في زمانه ليسألهم عن السبب فلم يقتنع ولأن العرب كان لهم قوافل تجارية من وإلى الهند قابل هذا الملك بعض التجار وسألهم إذا رأوا مثل هذا وسألهم عن التفسير فأخبروه أنه هناك نبي في مكة شق القمر أمام الناس فذهب لمكة والتقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم عاد لينشر الدين في بلده لكنه مات في طريق الرجعة وهذا مذكور في مقدمة الورقة البحثية سنعرض باختصار ما ورد في هذه الورقة يقول فيها بداية أن شيرمان هي سلالة حاكمة وبرومال يعني العظيم وكان أي حاكم يحكم المنطقة يلقى بهذا اللقب طبعا نرجو التركيز معنا لأننا الآن بصدد تفصيل الورقة ويقول في الورقة أن الحكم عادة يكون 12 سنة لكن هناك استثناءات حصلت وهذه الاستثناءات ستلعب دور كبير في القصة ويسأل محقق القصة سؤال ويقول فيه هل هذه هي قصة حقية حقا؟ طبعا هذا الشخص تتبع وجود هذه القصة وطبق عليها ما يسمى النقد الكتابي وذكر كل من نقلها يقول وجدت في مدونة إحدى الشيوخ وسماه بالاسم ووجدت في رواية وفي كتاب كيرال وباتي وملاحظة على الهامش هذا الكتاب يقدم تاريخا من ولاية كيرالا وصولا إلى العصر الحديث يقول تم إعادة سرد القصة مرات 3 حصة من قبل البرتغاليين والهولنديين وسجلات المحكمة من الكالكوت وهناك أدلة كتابية كذلك مثل نقش كتاب كولا يذكر أنه خرج شيراز إلى البحر بعد أن تعرضوا للهجوم الذي يفسره المؤرخون على أنه رحلة شيرمان بيرومان وهو الملك الماني في القصة وبعد هذا السرد لأمور كثيرة يقول بالحرف يبدو أن هناك أدلة كافية تشير أن ملكا من مالابارا اعتنق الإسلام وتم تسجيل هذه القصة من قبل الكاتب البرتغالي دوارتي باربوسا كتب قصة هذا الملك على أساس ما سمعه وهذا الملك ذهب إلى مكة وتوفيه هناك أو في طريق العودة شعب مالابار لم يرى ملكهم مرة أخرى وهذا بحسب ما كتبه الكاتب البرتغالي ويضيف أيضا الكاتب البرتغالي أنه تم تقسيم مملكته إلى ثلاث أقصى وهناك نسخ أخرى للقصة تم كتابتها بعد ثمان عقود من وقوع هذه الحادثة من قبل الشيخ الزين الدين وهو مسلم مملوكي وفي روايته وصلت مجموعة من المسلمين العرب إلى كرانج نور ودعاهم الملك إلى قصره وقسمت المملكة وذهب سرا إلى الجزيرة العربية وهذا ما يتفق مع الكاتب البرتغالي دوارتي وبعد عامام ظهرت وتحديدا عام 1610 ظهرت نسخة كتبها كاتب برتغالي آخر اسمه جواس دوباروس وكان هذا شخص مسؤولا في الهند ووفقا لما دونه أن الكثير من المورو وهو مصطلح أطلق على المغاربة وبعدها عمم على كل العرب هذه معلومة عن الهامش لتفهم الناس ماذا يقصد الكاتب بكلمة مورو يقول أن كثير من العرب يترددون إلى مملكته أي الملك وكانوا متمسكين دينيا وأقنعوه بالذهاب إلى مكة لإنقاذ نفسه طبعا نحن ننوي أن الورقة البحسية تعالوا بنقاط التشابه والاختلاف التي تذكر في القصة لتصل إلى أقرب صورة حقيقية لهذه الواقعة فعرضت أكثر من قصة تاريخية وجميع القصص لحد الآن تتحدث عن هذا الملك الذي كان يطلق عليه اسم معين رأى انشخاق القمع وذهب إلى مكة وتوفي بطريق عبدتي ولحد الآن هناك نقاط مشتركة كثيرة في السجلات التاريخية التي يستعرضها هذا الباحث كما نرى طبعا تتحدث الورقة البحسية أن القصة تعرضت بسبب الغزو البرتغالي الهند لتحريف إذ حاول البعض كتابة أنه اعتنقا نصرانية وليس الإسلام ويقول الباحث على الرغم من وجود اختلافات وتأثيرات السياسة المحلية فالقصة البرتغالية والمسلمة تتفق في التدوينات على شيء واحد ملك من ولاية كيرالا انتلقى إلى مكة ويقول الباحث أن شيرمان برومال ملك حكم ولاية كيرالا ورأى انشقاق القمر في الأفهق وكأنه في حلم المفسرون أو المنجمون لم يعطوه تفسير مرضيان حتى أتاه تجار العرب وقص عليهم هذا وأخبروه بما يعرفوه فذهب معهم إلى مكة وأسلام ومات قبل وصوله إلى مملكته يعني نشرح الموضوع باختصار أكثر كان هناك ملك في الهند تضافرت الأقوال على رؤيته للقمر ينشق وذهابه إلى مكة وأسلم يلتقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتقى به لكن لا يوجد دلائل تفيد كم بقية في بلاد العرب أوجد دلائل متضارب عن هذا ولا يمكن معرفة متى توفي ولا كم كان عمره ولا يوجد تاريخ قطع السبوت يدل على متى بني هذا المسجد فهناك أناس يقولون أنه بني فيما بعد على يد التابع مالك بن دينار وتم تأريخه بوفاة هذا الملك وأناس يقولون تم بنائه في سنة وفاته أو أوكل مهمة الدعوة في ولايته لمالك بن دينار إما عن طريقه شخصيا أو عن طريق أتباعه وفعلا في هذه المدينة ولحد الآن يوجد مسجد يعتقد كل الهند المسلمون أن مالك بن دينار أول من أسسه فالقلاصة من القصة هذه وجود مالك هندي رأى عن شقاق القمر وذهب إلى مكة وأسلام وهذا متفق عليه في المصادر التاريخية أما فيما بعد أحدث القصة تغيرت وتغيرت تغيرات طفيفة ما معلوم عن الهامش مالك بن دينار ولد في فترة ابن عباس رضي الله عنه يعني بين 618 ميلادي إلى 687 وفي كتاب بالرغم أنه زور حقائق كثيرة لأنه لم يستطع أن يخفي هذا التقليد الشفوي عن هذا الملك فكل ما استطاعوا فعله تغيير سند ذهابه إلى مكة طبعا في هذا الكتاب محاولات لتشويه المسلمين لكن مع ذلك هناك بقايا لهذه القصة اضطرهم لنقلها وتضافرة الأدلة على دخول الإسلام للهند في القرن السابع الميلادي قبل الفتوحات الإسلامية جاء الإسلام أولا إلى الساحل الغربي من الهند مع قدوم التجار العرب في وقت مبكر من القرن السابع الميلادي إلى السواحل وهذا باتفاق معظم المؤرخين وهذا ما يبدد مقولة أن المسلمين غزات للهند بل دخلوها عن طريق التجار وهذا ما نقلوها موقع وحسب نفس الموقع مقال آخر يقول أن المسجد هناك فيه نقش باللغة العربية على بوابة المسجد يعطي تاريخ خمسة هجرة تم ترديدها حديثا من قبل المسلمين نقول لهم أن المسلمين فتحوا الهند كان في القرن السالس عشر والمسجد بنية بين عام 629 و 650 بحسب اختلاف التقاليد الشفوية وفي خبر آخر على موقع الهند يقول فيه المسجد الذي عمره 1400 تقريبا ستثم إعادة ترميمه لشكله الأصلي ويشرحون قصة الملك ورحلته وتحوله إلى الإسلام وهذا موقع آخر أورد نفس الخبر ونفس القصة تحت عنوان أقدم مسجد هندي يقدم سابقة جديدة ويشرح نفس القصة طبعا كل ما أوردناه هو ما ظهر لنا من مخطوطات أو كتب أو أخبار دلت على هذه القصة وبحسب ما تتبعناه من روايات وأحداث نعيد ونذكر أن الأدلة التاريخية قد تظهر تباعا وقد لا تظهر بسبب سوء الحفظ أو التدمير البشري لها فقد تظهر في المستقبل أدلة كثيرة أخرى تتحدث عن هذه الواقعة والموضوع يحتاج بحث طويل جدا وتتبع للكتب حتى يصل الشخص لأقرب قصة لفهم حادثة ما وهذا ما يسمى بالنقد النصي ونحن ما فعلناه جمعنا كل ما ورد في التاريخ الهندي عن هذه القصة من تقاليد شفوية أو نقول نقلوها غير المسلمين والمسلمين عن هذه القصة وبالرغم من محاولة تمصيم للحقيقة أو تحريفها أو تشويهها بدأ لنا معلومات مهمة وهي أن هناك ملك هندي رأى انشقاق القمر وسافر إلى الجزيرة العربية وأسلم ومات هناك قبل العودة إلى بلده وأمر أتباعه بالدعوة فيها وأسس أقدم جامع بالهند باسمه ويجب أن أذكركم أن جميع الكفار على زمن النبي لم ينكروا رؤية انشقاق القمر وفيه أحاديث متواترة عن حدوث هذه الواقعة ولا أدري أي عقول تسأل عن أدلة في كتب التاريخ تقول لنا هاتوا الحادثة من كتب التاريخ ومعظم بل كل كتب التاريخ لا تبلغ مستوى التواتر وكلها أما مقطعات أو مرسلة لا أدري كيف يستقيم عقل شخص عاقيد بهذا الطلب فيأتيك أناس يقولون لك نرفض المتواتر ونريد دليل غير متواتر طيب عرضنا لكم الآن أدلة كثيرة وهناك كتب أخرى لم نذكرها دونة هذه القصة مثل هذا الكتاب التاريخ الفارسي وأقدم نسخة له لهذا الكتاب تعود لعامة المتواتر قد يكون منسوخ من نسخ أخرى أقدم منه وتم تدمرها بالغزو الماغولي لبلاد المسلمين أو قد يكون أتلف وهذه نسخة مجددة والله أعلم لكن ما نريد قوله أتتركون الثابت لمتواتر وتلحقون المقطع المرسل فالآن ماذا تستقولون هل ستردون المرسل والمتواتر أم ستقبلون المرسل والمقطع أم ستقبلون المتواتر ما لكم كيف تحكمون وإلى هنا تنتهي حلقتنا ولا تنسى التفاعل حتى يصل المقطع لأكبر عدد ممكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته